بيلا ندخل على فيليبي الجزء الثاني عشان ايه ما تنعسوش منه احنا اتفقنا هندرس رسالة فيليبي ورسالة فيليبي بناخدها تحت سؤالين سؤال ازاي يشبع بربنا والسؤال الثاني لو شبعت بربنا شكل ايه فاكرين البراجراف الاولاني احنا خلصنا النص الاولاني من الاصحاح الاولاني فبولس بيقول انا بشكر المسيح وفرحان على طول وبحبكوا اوي وقلنا دي كلها علامات شبع وبصللكوا على طول وواصق جدا في ربنا قلنا كل ده جو الشبع الثقة تخليك شبعان حب الناس يخليك شبعان ولما تبقى شبعان تشكر كتير تفرح كتير وتبقى المشاكل صغيرة في نظرك نكمل الاصحاح الاولين ثم اريد ان تعلموا ايها الاخر ان اموري قد قالت اكثر الى تقدم الانجيل حتى ان وصقي ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الاماكن اجمع هو كان مسجون في حاجة اسمع دار الولاية يعني سجن سياسي تبع قيصر وصقي يعني قيودي فالناس عرفت باي تايم ان بوليس ده مش عامل عاملة ولا حاجة هو مسجون لانه بيبشر بالمسيح حكاية الفتن والسياسة دي كلها الايه الكوفر لكن هي الحقيقة الناس عرفت انه مسجون عشان المسيح هو كان فرحان بكت فرحان انه يبقى مسجون بس الناس فهمت هنا يعني ايه اموري قالت اكثر الى تقدم الانجيل يعني من ساعة ما تسجن ما احنا قلنا ده بعيتها من سجن روما شوفوا بقى لما الواحد يكون شبعان كل حاجة تحصل في حياته يشوفها حكمة من ربنا ويشوفها مفيدة ما يشوفهاش نيجاتف مرة واحد بيقول لي ايه باريكلين اترفات قلت له عن ايه قال لي باريكلين اترفات قلت له مبروك قال لي اصلا ما تعود اول ما تحصل على حاجة غريبة لازم فيه بعدها حاجة حلو تقولوا برافو عليك يا بختك ما فاتش اسبوعين قال لي شغل احسن من الاولاني بكتير اموري قالت اكثر الى تقدم الانجيل كل الناس فكرت لما بولس هيتحبس الانجيل هيوقف كرازة يعني انجيل هنا وانحنا اتفقنا مش بمعنى الكتاب بمعنى ايه تبشير فقال لا على فكرة انا لما تسجنت كل ولادي بقى صعب عليهم فابتدوا يعملوا دوري فبدل ما يكون فيه بولس واحد بقى فيه ميت بولس في عام طول معنى يبقى حاجة من علامات الشبع انك تبقى قابل كل الظروف وبصص الله بصة ايجابية التقدم فتبقى عندك مشكلة او عندك تجربة بس لانك شبعان بربنا شايف خير طبعا خير وفي باقي الاماكن اجمع كل الناس عرفت انه صارت وصق وظاهرة في المسيح يعني الناس عرفت ان التهم كلها باطلة والراجل اسمه بولس ده ده بريء بس عشان المسيح سجنين واكثر الاخوة وهم واثقون في الرب وصقي يكترئون اكثر على التكلم بالكلمة بلا خاف يعني تلاميذ بولس راحيني بشروا بجرأة اكتر ليه يعوضوا غياب بولس عن السح فهم ايه ابتدوا بقى يشدوا حلهم احنا لازم نكمل المسيرة بتاعتهم وبعدين يقول ايه اما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح اشرح لكم الحتة دي عشان بس نفهم بيقول ايه في ناس كانت بتكره بولس دول فئتين فئة اليهود المتعصبين اللي شايفين بولس ضد موسى هو ما كانش ضد موسى ده راجل يهودي قديم يعني لكن ضد الحرفية وضد النموذ بمعنى ايه الخلاص بالمسيح فكل النموسيين القدام كانوا ضد بولس وكان فيه مجموعة تانية اسمها الغنوسية اللي هم مسيحيين خلطوا المسيحية بالفلسفة فكانوا متغزين من بولس برضو لانه بيدفع عن المسيحية النقية فالاتنين دول الفئتين دول لما بولس اتسجن بقوا بيكرزوا بالمسيح عشان يزودوا التهم على بولس فهمين يعني هو خلاص بولس معروف انه ايه هو اللي بينشر المسيحية ودي تهمة تموت في زمن القياصرة فهم في ناس بقصد شرير بقوا يبشروا عشان توصل الكلام ان بولس ده ايه ما يطلعش من السجن ابدا واضحت عشان كده بيقول عن حسدا وخصام يكرزون بالمسيح يعني بغرض وحش بيكرزوا عشان افضل انا في السجن اما قوم تلميذوا بقى يكرزون بالمسيح عن مصر يعني بغرض طيب واضحة هؤلاء عن تحذب ينادون بالمسيح لا عن اخلاص الفريق لولاني ظنين انهم يضيفون الى وصقي ضيقا يعني هيزودوا السجن بتاعي ويزودوا مشاكل اولئك فريق الحلم عن محبة عالمين اني موضوع لحماية الانجيل بصوا الاية جميلة بتاعت الشبعة بقى فماذا غير انه على كل وجه سواء كان بعلا ام بحق ينادى بالمسيح وبهذا انا افرح بل سافرح ايضا عارفين واحد ما بيعرفش الدايق هي بالظبط كده واحد مش ناوي الدايق جاي واحد يقول له في السجن على فكرة الناس دول بيعملوا كده عشان ما تطلعش من السجن قال له بكات بس بيكلموا عن المسيح مس كده خبر حل خبر حل بيقولك بيعملوا كده عشان ما تطلعش من السجن مش مهم في ناس اللي شبعان بربنا ما فيش حاجة بتدايقه كلكم اكتشفتوا ان انتم مش شبعانين بربنا مس كده لانه ده ما بيسبش حاجة بتدايق ده جوه السجن بيقول انا فرحان وهفرح هي هفرح بالزق كده اه يعني مفيش حاجة هتسرق فرحي مني ليه انا متأكد انه ربنا كنترولر يعملوا زي ما يعملوا بس في الاخر انا في قدين ربنا فبيقول انا بفرح كده كده اي حد يخدم بفرح حتى لو بيخدم بغرض وحش معلش ربنا هيعدل الغرض بعد شوي بلس افرح ايضا عشان كده حتى في علم النفس دلوقتي طلعوا بحاجة كده كأنها اكتشافوا هو الانجيل ايالها من زمان يقولك الفرح قرار يا سلام جبته تديب من ديله من الفين سنة الراجل ده بيقول افرحه خد قرارك وافرح فبيطلعوا النهاردة يقولك على فكرة ده قرارك يا سلام العلم ساعات يعني يبقى كأنه جاب حاجة محد يسعرف هو فعلا الفرح مش ظروف لو فكرت فيها لو انت مش عاوز تتدايق مش هتتدايق بس هتقرب من المسيح وتستقبل كل الاخبار بايمان وبحب مش هتتدايق ولو عاوز تتدايق لو كل الدنيا مش هتتدايق عارفين في ناس غاوية النكت اكيد عارفينهم ما تشوروش على احد بس ايه في ناس بتعرف يعني تتدايق في اي ظروف يقولك يوم العيد ده يوم النكت يعني لازم كده في المواسم بالذات في ناس تحب كده ايه اليوم ده ما يعديش يعني ما يصحش دي حاجة وحشة لكن في واحد لا هفرح مهما كانت الظروف ليه ربنا معي زي واحد يقولك انا بطلع من التناول لما يحصلين مش هتدايق يعني خدت المسيح كله خلص مش مفروضة تدايق يبقى هغلب دماغي وهغلب الظروف ومش هتدايق فهنا بوليس بيعلمنا المبدأ ده اللي عاوز يشبع بربنا ياخد الشعار ده انا فرحان بربنا مهما حصل ليه كان ربنا معي هيحصل ايه في الدنيا وبيحبني يبقى مش مفروض حاجة دا نكمل كلام بوليس لاني اعلم اعلم دي بقى ايه ثقة ان هذا يقول لي الى خلاص بصو الثقة الجميلة دي يعني هو بيقول ايه المؤامرات اللي بيعملوها دي على فكرة هتقلب حاجة حلو تقدر تبص البصة دي انه كل حاجة وحشة برة تقلب لصلحك في الاخر اللي قال اول واحد قال الفكرة دي يوسف زمان في اخر صحف التكوين قال هم قصدوا بي شرا والرب قصد به خيرا صدقوني دي قعدة طول ما الناس بتقصد تعمل فيك شر لازم يجي مرحلة يتقلب خير ربنا كده لان الهنا عادل هبش الظلم هبش الشر بس امتى المرحلة وازاي دي بتاعته فانا بيقول انا متأكد ان اللي بيعملوه ده يقول لي الى خلاص وعلى فكر فعلا بولس طلع من سجن روما بشبه معجزة كل الناس كانت متوقعن الرجل ده انما ربنا عشان الناس اللي طعم متعبة دي اداله كم سنة تاني طلع من سجن روما لانه عليت وهم سياسية كان لازم يتاتل عشان يبشر تاني كل الاصوات دي خفتت خالص وبعدين لما تسجن بعدها بكذا سنة سنة سبعة وستين قال لهم انا عارف ان انا ماشي خلص خلصت رسلتي جهدتوا الجهد الحسن اكملتوا الساعة ليتي مساوزة تانية دي كانت من نفس السجن بس بعدها بكذا سنة لكن المرة دي قال انا عارف ان انا رايح طالع من السجن ليه بدل بيعملو كده يبقى انا هطلع من السجن شوفوا الايمان بتاعه طب ده اللي بيعملوه ده يخليك مستد سجن تعدم لا ربنا بيعرف في ايه يطلع من الجافي حلاوة دي طريقته تلات فتح يتمرموا في القاتون القاتون ده يبقى ايه ده الفردوس كله ده المسيح يظهر والدنيا تبقى جميلة ويطلعوا ملوك بعد كده دانيال يدخل جب القسود يطلع العالم كل يسجد الاله دانيال دي طريقة ربنا يقول لي الى خلاص بطلبتكم ومؤاذرة تروح يسوع المسيح يعني انتوا كمان صلوا معايا وهتشوف حسب ودي الاية دي دي بتاعة الشبع بقى نفسي تحفظوها دي حسب انتظاري ورجائي اني لا اغذى في شيء ايه بالبلد معاناها ايه انا متأكد ان المسيح ما بيكسفنيش في حاجة تقدروا تقولوها دي المسيح ما بيكسفنيش عبدا يا بختك اولا لانه ما بيطلبش حاجة لنفسه ثانيا ما بيطلبش اي حاجة ارضية فهو عنده صيقة غريبة حسب انتظاري according to my earnest expectations and hope that in nothing i shall be ashamed عمره ما هيكسفني ده شوفوا بقى امام قوي ازاي ده اللي يجيب الشبع لما الواحد يبقى عشمن فربنا قوي وواصق ان ربنا مش هيكسفه مش ممكن يدعي هيبقى شبعان بربنا فعلا حسب انتظاري ورجائي اني لا اغذى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الان يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة بموت وهم خايفين عليه موت قال لهم بصوا صدقوني ما تفرقش لان ليه الحياة هي المسيح والموت رفح فالحالتين حلوين لو عيشت عايش للمسيح ولو موت يبقى مكسب روحت السمن وهنا بقى قال الايات المشهورة بقى ان كانت الحياة في الجسد هي ليه صمر وعمله فماذا اختار لسته قادر انا اصور لكم يعني اللي انا فهمه عن الموقف ده تخيله بوليس قعد في السجن عمال يختار اموت ولا عض او انت اللي هتختار ربنا بيخيره قاعد يفكر كده لو قعدت برضو الواحد يخدمه يبشر في روما ويبشر بس لو موت هروح اشوف المسيح حبيبي محتار محتار يختار ايه محتار وايه يعني الاتنين واكلين عاعلوا مبسوط بالاختيارين لكن ايه الاختيار اللي غلب في اللحظة دي قال انا محصور من الاتنين ليه اشتاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ولكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم الزم يعني لي يلزوم من ناحيتكم يعني الخدمة لسه محتاجاني فقال اذا انا واصق بهذا اعلم اني امكس قال لما انا لقيت انه لأ لسه ليه يلزوم انا عارف كويس ان انا هاقض يعني القرار مش عند نيرون ولا اهي بنت آدم القرار مش عند بتاعه الغنوسية ولا بتاعه اليهود القرار عند بوليس مع ربهم يطلع ولا ما يطلعش من السكن تصوروا عشان كده اغسطينوس قال جلست فوق قمة العالم حين اصبحت لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء العيشة دي جميلة او لما الواحد يكون حاسس انه ولا حاجة في الدنيا تتحكم فينا ربنا بيختل لنا احلى حاجة وبيخيرنا كمان وفي الاخر كله حل نعيشنا للرب نعيش ان موتنا للرب نموت وحياته في الجسد هي لزوم عمله لزوم خدمته يعني الحياة في الجسد هي رسالة لما تعيش تعيش لرسالة من غير كده ما يبقاش لها معنى العيش ولما تموت ربنا يدي العمر لكن الاهم ايه تروح للمسيح فما يبقاش الموت حاجة مزعجة ابدا ده ربح ده مكسب ده خبر حلو قوي للي بيحبه ربنا فبيقول اذا انا واثق بهذا واثق بايه بقى واثق اننا لي يلزوم واثق ان المسيح مش بيكسفني يقوله زي ما يقوله ويخططه زي ما يخططه اللي هيحصل احسن حاجة اللي هي ايه ان ابقى فبيقولي اذا بهذا اعلم اني امكس وابقى معه الراجل بيقلهم من اول اصحاح ما تخافوش علي انا مش هموت ايه بالبلد كده تاني ما حصلش حاجة ما تخافوش علي انا مش هموت ابقى ابقى دي معناها جماعة اي شال ريمين ان كونتيني وزيو طمنوا علي هم كانوا خايفين لانه متوقعين ان بوليس هيعدم فقال لا انا مش هموت المرات بوليس كان بيبقى عارف هيموت امتى من كتر علاقته بالمسيح فقال لهم لا مش المرات انا عارف اني قاعد ومش دل المفرحه هو مش فارق معي موت هو المفرحه انه ربنا بيعمل كل حاجة لصالح ابقى مع جميعكم لاجل تقدمكم وفرحكم في الايمان كي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري ايضا عندكم عشان لما جيلكم بصوا بقى العشم قد ايه ده مش بس هيطلع من السجن ده هيروح في لبي وفعلا عمل كده لما خرج من السجن بشبه معجزة معجزة يعني محكمة بس عكس التوقعات الدول وبراءة فرح يفتقدهم فقالهم انا هجيلكم عشان تطمنوا علي حضوري ايضا عندكم تاني انا بتكلم عن عيشة الشبعة لما الواحد يبقى شبعان بربنا فيش حاجة بتضايقه بيبقى بيقرى كل الظروف لصالحه صالحه الروحي بيبقى متطمن جدا للقرار الالهي فيش حاجة تفرق معاه ما بيبقاش خايف من الموت خالص وده الشبع الروحي النفس الشبعانة تدوس العسل هو ده ان الواحد يبقى فوق الخوف وفوق الالة وفوق الكلام ده ومبسوط على كل حال هيجي في اخر الرسالة يقول لهم انا مبسوط كده كده مبسوط جوه السجن وبره السجن فما فيش حاجة بتضيقني كي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بواسطة حضوري ايضا عندكم فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح هنا بيوصي ولاده بقى يعني كل اللي نفسي فيه تبقوا عايشين زي الانجيل واحنا تاني بنقول الانجيل هو كان الخبر او كان الموضوع الجود نيوز الامام بالمسيح وما يتتبعوا من سلوكيات حتى اذا جئت ورأيتكم او كنت غائبا اسمع اموركم انكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لامان الانجيل يعني بصوا اجلكوا اطمن عليكم اقعد في السجن واسمع عنكم تكونوا ماشيين صح وفكركم الشبعان بربنا كل اللي يشغله انه اللي حوالي يدخله السم مرة بقول ستة طيبة كده متدينة اخبار ولادك في ايه دلوقت قالتلي ابونا ما تسألش عليهم جمعة ولا خلصوا قول لي راحين السم ولا لا قالتلي بنعمة ربنا بيخدموا وقعدت تحكي حاجات روحية مش عاوزة تحكي هم خلصوا ايه وبشتغلوا فين وبيعملوا نعم مش عاوزة تحكي كده هي عاوزة تقول بتوعربان بس ده اللي يهمها كم واحد فينا بقى كل اللي يهموا النعيال ويطلعوا قدسين انهي كلية انهي ولاية انهي ما هنسوا تفرقش كلام ده مهم يطلعوا قدسين فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح اللي شبعان بربنا فهمها صح عارف انه مفيش حاجة في الدنيا دي تستهل غير كله يمسك في ربنا ويقرب منه جامد ويشبع به احنا وولادنا فبيقول لو سمعت اموركم او جت لكم في الحالتين نتطمن عليكم غير مخوفين بالشيء not in any way terrified by your adversaries فيش حاجة بتخوفكم ابدا ده الشبعان الامر الذي هو له بيينة للهلاك اما لكم فللخلط اللي بيخوفوكم دول راحينجوا عنه بيينة للهلاك يعني دي علامة اللي بيطهدوا الكنيسة او ضد المسيح باي شكل حتى لو صوتهم عالي حتى لو كشروا عن انيابهم دول بيينة للهلاك دول مصرهم وحشا المضطهدين واللي تعبانين في الدنيا دول بيينة للخلص دول راحين السم وذلك من الله اخر آية بقى لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ايضا ان تتألموا لأجله انا بفكركم احنا بنعيد ونزيد دلوقتي في نفس نقطة موضوع الشبعان الشبعان بربنا بيقبل كل حاجة فرحان بكل صغيرة وكبيرة مسلم تماما لاختيارات الله ما بيسيبش حاجة دقيقة ابدا متأكد ان الكل اللي بيحصل ليه مش عليه عارف يشكر طول الوقت يحب الناس جدا ما عندوش طلبات أرضية هو دا اللي احنا بنحكي فيه بقول اس كان كده وعاوز عياله كده فبيقول حتى الالم هدية وهيب لكم has been granted دا جفت لما يكون فيه ألم في حياتك متعدش تزقه كده متغاز منه دا هدية ما حادث يرفض الهدية الألم ان كان مرض أو تجربة أو ظلم صدقني دا هدية من ربنا عشان يقولك انا بحبك أوي فا عاوز اديك حاجة كمان ايه تزود نجمك في السم انت داخل السماء بس انا عاوز اديك ريدت أعلى شوي اتعب معايا شوي تقلم معايا شوي شيل الصليب شوي انت لازم الحياة تبقى سهلة مش لازم هكده كده هتخلص فهنا الموابة مش كفاية أمنت ايه رأيك بقى تمشي ورايا وتشيل الصليب إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتمه فيه والآن تسمعهم فيه يعني لو كانوا بتوع فليبي بيتعذبوا هو دا كان فعلا فليبي ابتدى فيها الطهات هو مسجون وهم يعني متهدين فقال لهم ما تزعلوش دي موهبة دي هدية ربنا مش بس اداكوا الإيمان بي اداكوا كمان تتقلموا عشانه وتبقوا كده بقيتوا شابه ابوكم يعني على بولس بقيتوا زي ما شفتوني بتعب تعبوا زي لإلهنا كل ما تذكروا ساكلكوا بتنعصوا بسرعة وده مش حاجة كويس هبنعمل يدي دلوقت ما عليش بصوا فاضل حاجة صغيرة مش هنطول أهم ترجمة نانسي قنقر